السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابي متابعي ومحبي عالم الفلك والأبراج والأرقام تحية طيبة من عبير عامر حضرتكم ماجي فرح بتقول توقعاتها بدزف بشرات صر البرج فلكي هيكون أكثر المحزوزين مع بداية شهر ديسمبر توقعات ماجي فرح قالت في برج الحوت هيكون من أكثر أبراج خلال شهر ديسمبر وتشير التنبؤات إلى أنها فترة مليئة بالفرص والإيجابيات اللي بتؤثر بشكل إيجابي على حياتهم ده بيجعلها فترة مثيرة ومليئة بالأمل لموليد برج الحوت عنده فرص مالية ورزق وفير توقع له يعني أن فترة إيجابية من ناحية المالية من المرجح أن تظهر لهم فرص جديدة لتحقيق مكاسب مادية وهتساعدهم في تحسين وضعهم المالي بشكل كبير وتشمل هذه الفرص ترقييات في العمل أو فرص استثمارية جديدة أو حتى مكافئات تغير متوقعة تعزز من استقرارهم الاقتصادي أيضا قالت في نجاح في العلاقات الشخصية وفقا توقعتها هتكون الفترة الجاية مصمرة للحوت في مجال العلاقات الشخصية هتحلهم الوقت لتقوية الروابط مع الأصدقاء والعائلة وكمان فرص تطوير علاقات عاطفية جديدة أو تحسين علاقات قائمة هكون عندهم القدرة على التعابير عن مشاعرهم بشكل أعمق وإقامة روابط أقصر قوة وصدق كمان في تقدم مهني ملحوظ بتقول أن في تقدم كبير في مسارتهم المهنية هتكون عندهم الفرصة للتحقيق أهدفهم وتفوق في المشاريع اللي بيعملوا عليها تؤدي هذه الإنجازات إلى ترقييات أو تحسينات في وضعهم الوظيفي وده بيساعدهم على تحقيق طموحاتهم المهنية كمان في تحسن في الصحة والرفاهية هتكون بداية ديسمبر فترة مثلية تحسين الصحة والرفاهية للحوت هتكون عندهم الطاقة والحافظ لممارسة الرياضة واتباع نظام غذائي صحي وده بيؤثر إيجابيا على حالتهم العامة هتكون من المهم لهم أنهم يعتنوا بصحتهم العقلية والجسدية خلال عزيل فترة تعزيز شعورهم بالراحة والتوازن ودلوقتي حبيبي المتابعين هقول لكم ليه الناس بتلجأ لتوقعات الأبرى أول حاجة الرغبة في معرفة المستقبل اللي فيه كتير من الناس عندهم فدول بشأن المستقبل بيبحثوا عن أي وسيلة للحصول على نظرة إليهم تانية حاجة الشعور بالراحة فيه البعض بيعنده راحة نفسية دي لما يعتقد بإني فيه قوة خالجية بتؤثر على حياتهم ثلاثة حاجة التسلية البعض بيعتبر أن توقعات الأبرى دي مجرد شكل من أشكال الترفيه والتسلية طب هل يجب أن توقعات الأبرى تصدقها؟ ما فيش دليل علمي يدعم فكرة أن الأبرى يمكن أن تؤثر على شخصيتنا أو مستقبلنا لذلك يجب علينا التعامل مع هذه التوقعات بحذر وعدم الاعتماد عليها في اتخاذ القرارات الهمة في حياتنا فيه نصائح مهمة علماء الفلك يعني لازم يقولوها لكل محبي الفلك وعلم الأبرى أول حاجة التركيز على الواقع بدل من التركيز على توقعات الغمضة لازم نركز على الواقع والعمل على تحسين حياتنا ثاني حاجة التفكير النقدي يجب تتعلم التفكير النقدي وتقيم المعلومات قبل ما تصدقها يعني لازم توزن الأمور قبل ما تصدقها ثالث حاجة الاستعانة بالخبراء إذا كنت تواجه أي مشكلة فاستشيل الخبراء المناسبين زي الأطباء أو المستشارين النفسيين في النهاية توقعات الأبراج ممكن تكون مسلية وممتعة ولكن لا يجب أن تؤثر على قراراتنا الحياتية يجب علينا أن نعتمد على أنفسنا وجهودنا لتحقيق أهدفنا وكمان عشان تكون ناجح وعايز تدود موردك في نصائح بيقدمها لنا الخبراء اللي هم فاهمين مش شرط خبراء الأبراج فقط خبراء في مجال كتير نجحين في مجالات كتيرة إذا بيقولوا زرق تتحقيق أحلامك فلازم تكون منضبط ومصابر وشجاع وصاحب رؤية قوية وتلتزم بالعمل الجاد للسنوات ولجانب هذه العوامل لازم تبقى متحمس للغاية فبدون الشعور بالحماس هتعاني من الممطلة والإرهاق وتفقد الاهتمام بهذا الحلم اللي أقسمت على تحويله لواقع كلنا منحتاج الحافز القوي اللي بيستمر في دفعنا للأمام حتى عندما نشعر بالرغبة في الاستسلام هتساعدك نصائح التحفيز من الخبراء عشر نصائح تحفيزية هتساعدك فعلا على النجاح وتحقق كل اللي بتتمنيه أول حاجة إحلم أحلام كبيرة إذا كانت أحلامك لا تخيفك فمش هي مش كبيرة للغاية أول نصائحة تحفيزية أن تسعى وراء أحلامك كبيرة عشان تفضل متحمس جدا لازم ترفع مستوى تطلعاتك لأن أنجح الناس اللي نجحوا في العالم واعتمدوا على أشياء كانوا بيعتقدوا الناس إنها مستحيلة لكن هم قدروا بقويتهم وفضل الله طبعا هم يحققوها أيضا الحلم هيمنحك أحلام وأهداف أخرى صغيرة تقدر تقوم بيها لأحلام وأهداف عظيمة كبيرة تاني الحاجة كن فدولي انظر للنجوم وليس الأسفل قدمك حاول تفهم مطارات وتسأل عن ما يجعل الكون موجود لازم تبقى فدولي أيضا ده تبعا الخبراء كتير جدا في علم الفيزياء وفي المهارات التحفيزية قاله لازم إنسان يبقى فدولي يبقى عنده تنطلعات يعرف ويفهم كتير من النظريات وفهمه يتسع للمكان والزمان والكون كمان لازم تبقى فدولي وتسعى لتحقيق أهدافك ابحث واهتم بتطبيقات والتقنيات الجديدة تجعل مهمتك أسهل كن فدولي بشأن كمان أفكارك ومعتقداتك وافتراضاتك واسأل دايما عن صحة طريقة قيامك بالأمور هل دي طريقة أفضل اللي انت بتعمله ولا لأ ولا في طريقة أفضل من كده وهل أنت ماشى عن مصاري الصحيح ولا لأ ثلاثة حاجة حاوت نفسك بأشخاص رائعين لازم تبقى حواليك ناس رائعين لأن طبعا إيه الصاحب ساحب زي ما بيقولوا وأيضا رابع حاجة استغل الإخفاق لتحفيزك للنجاح لازم تستغل اللي انت فشلت فيه إن هو يقضي إلى نجاحك فيما بعد بعد كده هو لأن الإخفاق وخطوة أخرى إلى العظمة دي أوبرا وينفري هي الآلة الكلام ده كمان كل مختلف في طريقين يتشبعوا من الغابة إذا سلكت الطريق اللي ما سلكهوش أحد هو مشكل الفارق ده روبرت فروست هو الآلة الكلام ده كمان اقرأ عن أشخاص النجاحين لازم تقرأ عن الأشخاص اللي نجحوا ونعرف يطردوا لنجحوا إزاي وإيه الخطوات اللي قاموا بيها في حياتهم عشان لازم إنسان يقلد الناس النجحة كمان لازم ناخد خطوة الآن لازم الحاجة أنت مأجلها وعايز تعملها ومكسل تعملها لازم تقوم وتبعد تكسل عنك وتخطوها الآن كمان لازم تحمل المسئولية الشخصية صحيح أنت بدلاش تغير الظروف أو الفصول أو الرياح ولكن الممكن تغير نفسك فأنت مسئول عن ذلك ده جيم رون اللي قال الكلام ده كمان ساعد للآخرين لأن النجاح مش بتعلق بكمل الفلوص اللي أنت بتلمها لكن كمان بالفارق اللي بتحدثه في حياة الآخرين كمان افعل ما تحب عملك هيمتلق جزء كبير من حياتك والسبيل الوحيد للشعور بالرضا لأنت تفعل كل عمل أنت بتحبه